أهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية وهي تأملنا لهذا اليوم أصلي أنه فعلاً التأملات اللي تسمعتوها واللي راح تسمعوها تكون سبب بارك على حياتكم فرحانين أنه نقدر فعلاً انساءت كنيسة المسيح بهالطريقة بهالتأملات القصيرة والبسيطة هاليوم راح نتكلم على شغلة اللي أنا وانت دا نمر بها بأغلب الأحيان نتكلم عن القلق والعلامات اللي بتبين علينا من يكون أدنى قلق نتكلم من سفر نحمية بالعهد القديم في الكتاب المقدس وصاحة ثانية والعدد الثاني بيبدي بيقول فقال لي نحمية بيتكلم بيقول فقال لي الملك لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض ما هذا إلا كآبة قلب فخفت كثيراً جداً وقلت للملك ليحيى الملك إلى الأبد كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار تعرف أنت من تحفت شيء أو شخص وبعدين تفقد هذا الشيء أو تفقد هذا الشخص أو ينكسر الشيء اللي بتحبه أو يبتعد عنك أكيد راح تحفز بالحزن بالقلق والاشتياق ومكانت فعلاً تكبر بعينك ملامح وجهك واضحة وما راح تقدر تمثل بها لوقت طويل لدرجة اللي وياك واللي يعرفوك أنه راح يشوفون أنه أكو شيء مضوجك أكو شيء مختلف ومتغير بحياتك هذا اللي فعلاً كان معنا حمية نحن ما قدر يخفي على الملك قلقة من ناحية الأخبار اللي سمعها عن بلاده قلقك يعلن عن ما هو الشيء القيم والغالي عندك قلقك على شخص معين يبين أنه هذا الشخص غالي عليك غالي يمك مرات مهم تبين قلقك واهتمامك للأشخاص اللي تحبهم مرات أنه فعلاً مهم أنه تعلن عن قلقك وتبين هذا الشيء للأشخاص اللي تحبهم ومرات وقت بتحاول تتمثل أن الأمور بخير لكن اللي يعرفك يقدر يشوف أن الأمور مو كل شيء تمام وياك فيعدنا قلق فيعدنا قلق على أهالينا على أصدقائنا على الناس اللي فقدناهم فيعدنا قلق على بلداننا فيعدنا قلق على كثير أشياء بس خليني اليوم أساعدك ووضيف عليك شغلة ثانية تقلق عنها ماذا عن الأبدية؟ هل أنت قلق على أبديتك؟ هل بتبين هذا الشيء بحياتك؟ المسيح يجى لكي ما يكون إلي وإلك حياة أبدية خلينا نصلي ونطلب من الرب أنه فعلاً ينطينا هذا القلق وينطينا ويبيننا الطريق للحياة الأبدية يا أبا أنا السماوي نشكرك يا رب نعظم اسمك لأن أنت بتحبنا ومهتم بينا ولهذا يا رب أنا بصلي وبطلب أنه فعلاً بتبين إلينا الطريق اللي بيودي الحياة الأبدية أشكرك يا رب لأن المسيح هو الطريق والحق والحياة اظهر يا رب لكل واحد ما يعرفك أنه يعرفك ويتعرف عليك في اسم المسيح يسوع صلي أمين أمين شكراً لك